موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين بعد أن تعرفنا بشكل مفصل وربما بشكل واضح إلى حد كبير في سيرة علمائنا الأكابر الذين أسسوا المداهب الفقهية من خلال هذه الرؤية وهذه الرحلة وهذه السيرة والمسيرة مع صاحب الفضيل والسيد الدكتور شوقع المفتي بمهورية مصر العربية والذي أجد الترحيب بفضيلته معي في هذه الحلقة صاحب الفضيل أهلا بكم أهلا وسهلا نأتي للسؤال المعاصر الآن ونحن في بلد الأزهر الأزهر الذي قالت إليه مواريث نبوة كيف يؤسس الأزهر لهذا الفقه لهذا المكتهد كيف يتم تكوينه كيف يتم تدريبه كيف يتم من خلال التعاطي لقضايا عصرية الوقوف على أرض الواقع دائما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فالحقيقة هذه المنهجية الأزهرية هي تقوم حتى تكون عالما وحتى تكون متخصصا يمكن أن يتصدى لأشياء الديني ويستنبط الأحكام ويتعامل مع الواقع ويوجد حلول لهذه المشكلات الحقيقة هو يعنى بداية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحول هذين المصدرين تدور كل العلوم فتدور حولهما علوم اللغة العربية وعلوم أصول الفقه وعلوم التفريعات الفقهية وعلوم العقيدة ولذلك سترى أن في البداية الأزهر الشريف عندما كان الأستاذ يجلس أو الشيخ يأتي فإنه يكون هناك شيخ في أماكن مختلفة وكل منهم يدرسوا مادة من المواد لكن لا يعني أنه لا يعرف أن يدرس الأخرى إنما يدرسوا كل المواد الشرعية والعربية والطالب إنما ينتقل كأنه نحلة في هذا البستان يأخذ من رحيق هذا ويأخذ من رحيق هذا لكن مشاهد في هذه المنهجية أنها منهجية تدريجية يعني تعنى بأن يتعلم الطالب في البداية الكتب التي فيها مبادئ العلوم ومع حفظه للقرآن الكريم ومع حفظه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يركز في الحقيقة على حفظ المتون في بدايات العلم الشرعي ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى علوم في مرحلة أخرى ينتقل إلى علوم أوسع بعض الشيء وتتناول قضايا فيها شيء من التفصيل ثم بعد ذلك ينتقل في المرحلة الجامعية أو سواء كان في مرحلة العالمية أو في مرحلة الليسانس أو الماجستير التخصص أو العالمية الآن اللي الدكتوراه ينتقل إلى دراسة فيها عقلية الباحث العقلية المقارنة فيما بين الأراء والرؤى المتعددة والمناقشة العلمية والبحث العلمي في كافة التخصصات سواء كان في مجال الفقهة أو في مجال العقيدة أو في مجال الحديث أو في مجال اللغة العربية أو هكذا وهكذا يتكون هذا العقل العلمي متدرجا فيبدأ صغيرا ويمتلئ بعض الشيء ثم يناقش فيما بعد ويصير بهذه الخميرة إنجاز التعبير التي وضعت فيه وقد لا يكون قد فهمها في بعض الأزمان لكنها كأنها زاكرة حفظ فيها الكثير من المعلومات المتراكمة المترابطة التي لا يدرك ترابطها ذلك الطفل الصغير أو ذلك الشاب الصغير بعد وإنما يدرك عندما يستنير هذا العقل ويتكون سيدرك مدى أهمية هذه المحفوظات التي بدأ بها زاكرته قبل ذلك نعم ولذلك أنت ترى بعض المشايخ الذين هم يعني تضلعوا العلم الشرعي ستجد أن الكثير من الاستدلالات حتى في كلامه العادي وفي حياته اليومية هو مما حفظه في من المتون من المتون سابقا ولذلك قالوا من حفظ المتون حاز الفنون فكأنه بالفعل أحاط بهذه العلوم جميعا ثم هذه العقلية الأزهرية هي عقلية أولا هي عقلية نظر لهذا التكون هي عقلية منفتحة منفتحة على الرؤى كافة المذاهب وكافة الآراء لأنك مثلا في في اللغة العربية واللغة العربية فيها من الرحابة وفيها من الآراء وفيها من الاختلافات في النحو وفي الصرف وفي العلم آلة نعم فكأن حتى من يتعلم من شرح ابن عقيل فسترى أن الأراء المتعددة في مسألة واحدة وبناء على ذلك فهو إنسان تكون لديه قبول الأراء المتعددة هو قد لا يدرك الآن فكرة التعايش وفكرة لكنه يدرك على الأقل حتى في مرحلة الإعدادة مع ابن هشام في قطر الندى وبل الصدى يدرك هذا التعدد أيضا المعرفي عند علماء النحو فيقبل الآخر أو عنده فكرة قبول الآخر على الأقل يعني من خلال هذا التوضيح وتأسيس وتكويل هذه العقلية المنهجية داخل الأزهر الشريف يقولون أيضا كلمة سأعود إليها بعد الفاصل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب لخطورة التصدي في هذه المكانة لمن لا يليق بها فاصل ونعود إليها مولانا ونحن نتكلم عن الأزهر الشريف بأروقته بانفتاحه على كل المذاهب وإتاحة الفرصة لكل من يدرس فيه أن يطلع على كل هذه المذاهب كيف استوعب واستكمل المسيرة بعد ذلك استوعب كل من سبقه من علماء من مذاهب واحتوى كل هذا وقدمه كمنهج علمي لطلابه ولا أحد ينكر أن التعليم حتى التعليم في مصر واحدة من أهم تجليات وجود الأزهر في بلدنا هذا هو الأزهر بطبيعة الحال هو احتوى بالفعل كل المناهج التي ذكرناها عند الفقهاء من منهج المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وكل المذاهب الإسلامية الأزهر استوعبها جميعا ويلقنها لطلابه ويجلس للطلاب من أرباب المذاهب المختلفة في مكان واحد وبصر أستاذ واحد أو أساتذة مختلفين بطبيعة الحال فهو من منطلق العلم هو يستطيع أن يتعايش بعقله الذي يقبل الفكر الآخر ويقبل الرؤى الأخرى من خلال الكتب التي يدرسها ومن خلال المناهج التي يدرسها وكذلك من خلال التعايش نفسي فإنه هنا في الأزهر الشريف وجد أن الطلاب من جميع أجناس العالم إلى وقتنا هذا من كافة الدول فوجد رواق الأتراك ورواق الصعيدة والمغاربة والشوام وهكذا فأنت أمام تعدد من أماكن مختلفة وما مع عقليات وبيئات مختلفة فبلا شك أن كل هذه المقومات يتكون إنسانا متوائما وقابل بالفعل للتعايش مع كل الرؤى فالقول بأن المنهج الأزهري هل هو بعيد عن مناهج العلماء الذين ذكرناهم سابقا من الحنابلة والمالكية والشافعية وغير لا هو في الحقيقة أنت عندما تقرأ في سيرة هؤلاء العلماء الذين تربوا في الأزهر تجد أنهم هم أرباب المزاهب أصلا ومن تلاميذ هذه المزاهب ونقرأ مثلا فيما كتبه الإمام السيوطي رحمه الله وتعالى في حسن المحاضرة في أنه إنما ذكر العلماء الذين نزلوا إلى مصر ونزلوا إلى القاهرة وتعلموا في الأزهر الشريف فستجد تنوعا كبيرا جدا فيما بين هؤلاء العلماء وهو يصنف هؤلاء العلماء إلى قسمين كبيرين العلماء الذين ينتسبون إلى المذاهب الفقهية والعلماء الذين يعني يعدون في رتبة الاجتهاد المطلق ويذكر منهم من حتى كان منتسبا إلى المذاهب الفقهية من إلى المالكية وإلى الشافعية وإلى غيرها في هذا التصنيف في هذا التصنيف لكن الذي نقف أمامه أننا أماما وعلماء يعني درسوا هنا في الأزهر الشريف وفي مدارس القاهرة المتعددة والمتناغمة فيما بينها درسوا فيها ومع ذلك فإنهم من اتجاهات شتى مذهبيا واتجاهات شتى حتى في ناحية اللغة العربية التي قلناها قبل ذلك يعرفون اتجاهات العلماء في المسألة الواحدة ويعلمونها جيدا وهكذا هذا التكوين العلمي فيه مقومات المقوم الأول وهو لا بد من التربية واللقاء بين التلميذ والشيخ لا تستطيع أن تقول بأن عالما ما يمكن أن يتكون علميا من خلال قراءة من خلال قراءة كتب وإن كانت هذه القراءة هي لها أميتها الكبيرة جدا في تكوين العقل الفقهي لكن لا بد من لقاء الشيوخ لقاء الشيوخ في حل المعضلات وفيه التوجيه لمسارات اتجاهات العلماء قد لا أستطيع أن أدرك هذه المسارات وحدة وإنما لا بد أن نحتاج إلى شيخ يقول لي بأن الأمر الفلاني قال به الفقه الفلاني وفي الظروف كذا قد لا أدرك هذه الظروف وقال بهذه الفتوى في نطاق معين وهكذا ونأخذ أيضا من اللقاء الشيوخ التربية والتربية عنصر مهم في تكوين العقل الفقهي وفي تكوين العالم على وجه العموم التربية جزء أساسي من التعليم الشرعي وده يحدث بالتلقي وباللقاء بالشيخ وبالمشاهد أو المشافة لا يأتي أبدا عن طريق الكتب اللي البعض بيرى أني ربما أجلس على كتاب أحفظه فأعرف بعد ذلك وأقول نحن رجال وهم رجال وهذا هو ربما أنا أرجع الخلل الحاصل الآن في فهم التراث عند من يعني ينعي على التراث بأنه أتى بجانب سلبية في حياة المجتمع الحقيقة هو لم يفهم التراث ولو أنه جلس إلى المشايخ إلى مشايخ العلم المتخصصين في هذا الأمر وقال له ما المقصود من هذه العبارات التي أنا الآن أستنكرها وأنا الآن أنا عليها وأقول إنها تحدث خللا إيه المقصود عندكم بها فسيقول المقصود بها كذا وكذا وكذا وستتضح الرؤية الحقيقية لهذا المثال أو لهذا الفرع الذي هو يعني لا يعجبه سيتضح لو عندما يلتقي بالشيخ فالجلوس إلى الشيوخ وإلى المتخصصين هو من الأهمية بما كان في الحقيقة إذن علاقتك أنت دائما بأي علم هو همزة الوسط أنه هو المتخصص المتخصص الذي سنعرف أكثر وأكثر عنه لكي نفهم ولكي نعرف أكثر ونعبد الله سبحانه وتعالى على علم فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا أهلا بكم أعزائي المشاهدين صاحب الفضيل والسيد دكتور شوكي أعلاب وقد ترحب بفضلتك ونحن الآن في أرواق دار الإفتاء المصرية وبين يدي فضلتك لابد أن أتساءل هذا السؤال المهم كيف حققت دار الإفتاء المصرية معنى الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكيف تحول الموضوع من مجرد فتوى يفتي بها شيخ مكتهد له دوره وله علمه إلى فكر مؤسسي يدرس هذه القضايا الموجودة والمستجدات على الأرض هي دار الإفتاء المصرية هي حلقة من حلقة التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي وحلقة في تكوين العقل الاجتهادي الذي يستطيع أن يعطي حكما شرعيا متفق مع مقصود الشائع ومتفق مع الواقع المعيش والرفض ما بين هذا الواقع وبين دلالات النصوص الشرعية والأدلة وقد ربما احنا تكلمنا سابقا في هذه المنهجية العلمية عند العلماء عندما يفتي لأن هذه المراحل هناك مرحلتان في مرحلة هي تكوين العقل العلمي في حد ذاته وهي التي يقوم عليها الأزهر الشريف والتي تؤهل الإنسان لأن يصبح قاضيا وأن يصبح مفتيا وأن يصبح عالما وأن يصبح طبيبا ثم تأتي مرحلة الممارسة الفعلية من قبل هؤلاء الخريجين ومن قبل من تأهل لهذا الأمر في كل مهنة من المهن بطبيعة الحال بنحتاج إلى دورات متخصصة بعد هذا التكوين العلمي العقلي إلى كيفية الممارسة الحقيقية نحن الآن أمام قضايا متشابكة ومتشعبة وشائكة وشائكة في بعض الحالات وكذلك متنوعة تنوع كبير للغاية فنحتاج إلى النزول إلى أرض الواقع في هذه الحالة وندرس هذا الواقع الفتوى تقوم على هذه الأركان الركن الأول وهو تصور هذا الواقع تصورا دقيقا ثم بعد ذلك يعني توصيف وتكيف هذا الواقع وإدراجه تحت مسمى أو باب من أبواب الفقه الإسلامي ثم بعد ذلك نظر إلى الأذلة الشرعية وإيجاد الحل من هذه الأذلة لهذا الواقع في محاولة للربط بين الدليل وبين الواقع ثم إنزال وإصدار الحكم بالفعل هذه العملية ببساطته هكذا هي عملية معقلة تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى تأهيل ونقوم على ذلك في دار الإفتاء المصرية بإيجاد برامج في الحقيقة مطولة في بعض الأحوال وإيجاد برامج نوعية في بعض الأحوال الأخرى تسعف في بعض القضايا التي تحتاج إلى تدريب سريع لكن في مرحلة التأهيل الإفتائي والتكوين الإفتائي نحن نحتاج إلى فوق العلم الشرع الذي أخذناه في الأذر الشريف إلى تدريب طويل قد يستغرق أكثر من سنة وقد يصغل ثلاث سنوات أو أربع سنوات في هذه المدة ولذلك ستجد أن بهذا التكوين الإفتائي نستطيع بالفعل أن نقول بأننا أمام هيئة متخصصة تستطيع أن توجد من الحلول ما يؤدي إلى استقرار مجتمعي ما يؤدي إلى حل المشكلات بعقلية علمية كبيرة فضلا عن الإنسياب التام فيما بين كل أمناء الفتوى في خصوص الفتوى التي يفتون بها فلا تجد في مسألة واحدة طالما أن الواقع متفقة لا تجد أن خلافا بين أمناء الفتوى في هذه المسألة بل ستجد أنك إذا سألت أصغر الأمناء إلى أكبر إنسان في هذه الدور ستجد رأي واحد ومتسق في هذه المسألة لا تحتاج في الحقيقة إلى جملة من الإجراءات نحن اتبعناها هنا في دار الإفتاء المصرية الغرض من هذا أن نريد أن نعالج المشاكل المجتمعية على تنوعها وتعقلها وتشابكها واتساعها نريد أن نعالجها بعقلية متسقة مع مقصود الشارع وهو ما لجأنا إليه ولا بد من اللجوء إليه لقوله سبحانه وتعالى فاسألوا ألا الذكر إن كنتم لا تعلمون أظن بأن كل المشكلات الحاصلة في هذه الفوضى الكبيرة هي ناتجة عن عدم اللجوء إلى المتخصصين أضرب لسياتك مثال ربما يؤدي إلى تقويض سمعة الإسلام وهو أدى بالفعل إلى ذلك في الغرب وهو قضية القتل التي تحدث من هذه الجماعات الإرهابية لأناس آمنين مستقرين لا زنب لهم في الحقيقة بل المعتدئ الحقيقي هو هؤلاء الإرهابيين هؤلاء الإرهابيون اخترعوا شيء أراد الإسلام أن يموت وهو من أول يوم الإسلام يريد أن يموت هذا الشيء وهو قضية الرق الإسلام جفف هذه المنابع جففها تماما وكان المنتظر أن لا يكون هناك رقيق على وجه الأرض ثم الآن ونحن بعد أن وجدنا وسيلة قانونية دولية تعطي هذه النتيجة التي نبتغيها نحن كمسلمين والتي يبتغيها التشريع الإسلامي وهو سد هذا الباب تماما اتفاق مجتمع دولي فأصبح مجتمع دولي يجرم الرق أن يعيده نحن الآن ونقول وتحت هذا المسمى البغيط مسمى هذه الحروب التي ليست شرعية في أساسها ثم نقول بأن الرق يعود مرة أخرى ويسترق فلان وفلان وفلان ويصبح هذه همجية في الحقيقة وعودة إلى البربرية وعودة إلى ما لا يرضاه الإسلام الإسلام جاء ليان في ذلك مولانا يعني ربما سنناقش قضايا كثيرة على أرضية ما طرحته الآن نعم هناك مثلا من القضايا التي نرى بأنها لها أهمية كبيرة جدا في علاج مشكلة ما بثه هؤلاء الارهابيون من أننا جئنا لنجاهد من أجل أن نعيد الحكم ونعيد تطبيق الشريعة الإسلامية التي غابت عن مجتمعاتنا فقضية تطبيق الشريعة الإسلامية استغلت استغلالا سيئا في الحقيقة نحن نريد أن نلقي الضوء عليها كما أن هناك قضايا يعني كانت تأخذ مساحات من السجال العلمي الفقهي نريد أن نقول أين وصلنا فيها وهي قضايا البنوك وقضايا التأمين وغير ذلك من القضايا العلقة في المجتمع إذن سيتسع الحوار لأكثر القضايا جدلا في حياتنا لنضع صورة فقية حقيقية واقعية من خلال دار الإفتاء ومن خلال صاحب الفضيل والسيد الدكتور شوق علام مفتي جمهورية مصر العبرية سعدت بك وأسعد بك أكثر وأكثر شكرا لحظة شكرا يا فندم أهلا وسهلا أعزنا المشاهدين دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة